الطراد موسكوفا يغرق في البحر الأسود الطراد الروسي الأمهر والأقوى والأسرع والرأس المدبر للعمليات البحرية الروسية يستهدف من شواطئ يوديسا الأوكرانية ليبتلعه البحر بعد عدة ساعات ورغم إنكار روسيا لما جرى لطرادها إلى أنها استدركت ذلك بعد عدة ساعات لتعلن أنه غرق في أثناء محاولة قطره لإصلاحه وذلك نتيجة انفجار حدث فيه رغم تاريخه الطويل وقدراته التي لطالما تغنى بها الروس بات الآن ضمن الخردة الروسية الغارقة في البحر الأسود ولم يكلف إغراقه الأوكرانيين سوى صاروخين من طراز نيبتون الصواريخ المضادة للسفن أي إن الطراد المحمل بصواريخ حديثة مضادة للسفن تم إغراقه بها للطراد موسكوفا تاريخ طويل فبعد أن دخل الخدمة عام 1982 وذلك بعد أن استمر بناؤه سبع سنوات كاملة تم تحديثه على فترات متباعدة وتزويده بأسلحة ورادارات حديثة أكانت منطقته الأهم في قاعدة أسطور البحر الأسود ولكنه أيضا كان يقطع البوسفور باتجاه سوريا وقد كان حاضرا في سواحل اللاذقية وكان له دور عسكري بالتعاون مع قاعدة حميميم عام 2016 الطراد الذي يقارب طوله المائتي متر ترجح مصادر أنه كان على متنهما يقارب الخمسمائة بحار ولم يعرف كم أصيب منهم في حين تقول موسكو أنه تم إجلاء طاقم السفينة بنجاح رغم أن قوة الانفجار وضخامته تستبعد ذلك